أسباب عديدة تدفع بالشباب إلى عدم التفكير في الزواج على رأسها الظروف الصعبة المحيطة بالحياة الزوجية وعدم قدرة بعض الرجال على تحمل المسؤولية أضافة إلى الظروف الاقتصادية التي تعد عاملا أساسيا في عزوف أغلب الشباب عن الزواج لا والله ما نزوج لأن هذا مثلا يعني أستباق الشباب يقول لك أنا ما نزوج لا عندما عيشة سوى بها يعني كون بها عائلتي وهاي ولا عنده مثل فرصة عمل اللي يلاقيها وبالشهادة اللي عنده شهادة يقول لك أنا ما أزوج إذا أنا عنده شهادة أطول من عمره يعني ما متعين إذا أزوج يعني كيف أعيشهم كيف أدبر مصرفي يعني الآن سأباع هنا في السوق هذا المحل هنا تعال شوف السوق فارغ لا يريد يعني يزوج شون يزوج لا شغل لا عمل لا عده مستقبل لا عده راتب لا عده يعني إشي إشي من هذا الشعب كل ما عده شون يزوج يزوج لما يزوج غير عدبية عنده مسكين عنده هاي عنده شغل شون يتزوج هاي هاي الدولة أبد ما فيديهم فقريت بالشعب لا فقريت بالشباب الشباب قاموا نسوي أشكال مواطنون أكدوا أن أسباب العزوف عن الزواج كثيرة ومنها ارتفاع نسب الفقر وتفشي البطالة بين أبناء المجتمع فضلا عن انخفاض مستوى دخل الشباب الذي يمنعهم من توفير متطلبات بناء أسرة زوف الشباب عن الزواجين أول شي سكن ماكو حتى لا يتخرج كل مقاومات حيات ما موجودة له يكون عالى على أهله الزواج أهله حايرهم يستكن عايشين ثلاثة رمحهم بالإيجار لو بالعشوائيات إل من يتزوج شون يقدر يتزوج شاب وهو لا عنده راتب لا عنده مصدر رزق لا عنده وظيفة فنرجو من الحكومة أن كل شاب عاطل على العمل أن يتوفر له فرصة عمل حتى يستطيع أن يتزوج ويستطيع أن يكون نفسه في الوقت الحاضر وتعرف التبعات نحن شباب نتلت ترباح مصدر بدون زواج السبب الرئيسي هو ليش السبب الرئيسي لأنه لا يمكن أن يكون نفسه وهو لا عنده معيشة لا عنده راتب إن مشكلة تتأخر الزواج مشكلة كبيرة وهي نتاج طبيعي لمشاكل اجتماعية وتربوية وثقافية ولحل هذه المشكلة لا بد من أن يهب جميع المعنيين للقضاء عليها وعلى آثارها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع ككل لقناة التغيير حسين الفتلاوي محافظة بوابن ترجمة نانسي قنقر